اشتركوا في القناة الفردية طرق التنفيذ هنبدأ بالجوب خصائص الوظيفة انا عندي خمس خصائص اساسية هي الاساس للمجهودات اللي بيتم عملها في الاثراء الوظيفي في النموذج اللي احنا هنتكلم عنه ايه هي التنوع في المهارات task identity ما هي او هوية المهام اللي احنا بنسميها task identity مدى اهمية المهمة task significance الاستقلالية في اتخاذ القرار autonomy job feedback او اللي بنسميها التغذية العكسية عن الوظيفة هنبدأ ناخد واحدة واحدة ونتكلم عنها اول حاجة لسكيل فرايتي سكيل فرايتي او التنوع في المهارات الموظف اللي انا هعمله اثراء وظيفي job enrichment لازم يكون عنده مجموعة من الكفاءات والمهارات يبقى انا عشان برنامج job enrichment او job enrichment program ينجح الموظف ده لازم يكون عنده مجموعة من الكفاءات والمهارات task identity يعني ايه المدى اللي بتتطلبه الوظيفة من الموظف عشان يقدر ينجز المهمة المحددة من عمله من اول ما تبدأ لغاية ما تخلص وكمان تظهر نتيجة اداءه لهذه المهمة task significance هو مدى وعي الموظف باهمية المهمة اللي تم تحددها ليه وتأثيرها ايه على حياة الاخرين سواء كان الناس دي جوه مؤسسة او بره المؤسسة كمثال مثلا عندنا الHR في مستشفى تخيلوا الHR في مستشفى هو صح دوره غير مباشر لكن اهميته بتكمن لو انا جبت داكاترة ما عندهاش خبرة ووفقت ان انا عينها في المستشفى دي ده هيؤدل ايه هيؤدل ان الناس اللي هتخش عشان تتعالج هتموت يبقى شوفوا اهمية دور الHR اللي بيشتغل جوه مستشفى انه هو لازم يعين داكاترة على مستوى عالي من الخبرة والكفاءة عشان تقدر انها تعالج المرضى على اكمل وجه فلو موظف الHR في المستشفى لم يعي اهمية دوره وتأثيرها على حياة الاخرين مش هيكون موتيفيتد ان هو يشتغل الاوتانمي انها بتدي شاغل الوظيفة السلطة التقديرية في اتخاذ بعض القرارات اللي تخص وظيفته زي ان هو امتى حينجز المهمة المطلوبة منه الوقت اللي هيبدأ في هذه المهمة ايه هي الاجراءات اللي هيستخدمها عشان يمجز هذه المهمة دي الاوتانمي الحرية في اتخاذ القرارات اللي بتخص الوظيفة نطبق الكلام اللي احنا قلناه ده على مثال وظيفة الجراح السيرجين اول حاجة تنوع المهارات الجراح عنده الفرصة عشان يستخدم العديد من المهارات والقدرات وموهبته في علاج المرضى التاسك ايدانتيتي تحديد ما هي المهمة وطبعا ده موجود بشكل كبير جدا في وظيفة الجراح لانه من الطبيعي انه يقوم بتشخيص المشاكل اللي بتواجه المريض بتاعه ويحلها بالطريقة المناسبة واجراء العمليات الجراحية ومتابعة استعادة المريض لصحته فانا عندي هو بيقدر يحدد ما هي وهوية المهمة اللي بيؤديها التاسك سيجنيفيكنس هي وعي الموظف باهمية المهمة اللي بيقوم بيها ودي واضحة جدا لان عمل الجراح هو اللي بيؤدي لاستمرار حياة المريض او وفاته لو هو جراح ناجح يبقى المريض هيقوم ويتعافى ويقدر يستعيد صحته لو جراح فاشل او عديم الخبرة طبعا فالمريض اللي تحت ايده ده هيموت ترجمة نانسي قنقر ident